بعد الهجمات الأخيرة، واشنطن تنصح الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق. شو التفاصيل؟ نصحت وزارة الخارجي الأمريكي نهار الأحد المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأمريكيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة. وجاء في صفحة نصائح السفر أو الـ Travel Advisory التابعة للخارجي الأمريكي دعوة للأمريكيين إلى عدم السفر إلى العراق بسبب، أكيد أنا حرفياً أقول لإيجابي البيان، الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين. وكانت الوزارة قد قررت نهار الجمعة إجلاء موظفي السفارة في بغداد والقنصلية الأمريكية في أربيل غير الأساسيين وأفراد أسرهم وعلّلت هذا الموضوع كمان حرفياً رح أقول اللي إيجابي البيان بسبب التهديدات الأمنية المتزيدة ضد موظفي الحكومة الأمريكية ومصالحها. ومنذ نهار الأربعاء تعرضت قواعد تضم قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق لهجمات. نحن رح نضللنا نتابع هذا الموضوع. إذا طلع أي تحديث من وزارة الخارجية الأمريكية رح نجيب لكم. كم معكم حسين هاشي من قناة الأخبار. لا تنسوا تتبعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لايك وفولو على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك. وسبسكرايب على يوتيوب. إلى اللقاء.